السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف أخبركم فيها فقط باختصار بآخر مسجدات المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهورين بخصوص الحزمة المالية وبخصوص الشيك التحفيزي الذي ننتظره تقريبا منذ 8 أشهر كما وضحت في الفيديو الذي قمت بتنزيله أمس قلت بأنه اليوم هو آخر أجل من أجل أن يكون هناك إصدار للحزمة المالية المقبلة والشيك التحفيزي الثاني وقانون الإنفاق الحكومي اليوم هو آخر أجل إذا لم يتم تمرير أي من هذه الأمور اليوم فالحكومة الأمريكية سوف تدخل في إغلاق حكومي بداية من الساعة الثانية عشر صباحا بدوقية وليات المتحدة الأمريكية بمعنى أن غدا الأي 2 هناك العديد من المرافق الحكومية التي سوف تتأثر بهذا الإغلاق بمعنى أنه سوف يتم تسريح عديد من الموظفين الذين يشتغلون في بعض المرافق الحكومية إلى منازلهم وسوف يؤثر الأمر أكثر مما يؤثر كورونا لأنه كما تعلمون منذ ظهور كورونا هناك العديد من الناس الذين فقدوا مناصبهم أو وظائفهم وما زال الأمر يتوقع أن هناك العديد من الناس التي سوف تفقد وظائفها على مدى الأشهر المقبلة خصوصا الشهرين المقبلين إذا لم يتم حل هذا المشكلة ولم يتم إصدار حزمة مالية ولم يتم إصدار شيك تحفيزي وتمديد في إعانة البطلة وحماية المستأجرين من الإفراق فإننا سوف نواجه 2021 لا قدر الله بأزمة اقتصادية أخرى لذلك اليوم الساعة الواحدة بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية يقال أن التصويت سوف يبدأ بخصوص إصدار الحزمة المالية المقبلة ويجب كذلك تأكيد على أنه الحزمة المالية سوف تضمن شيك قيمته 600 دولار لحد هذه الساعة الأرقام تقول أن الشيك سوف يكون قيمته 600 دولار بالنسبة للعديد من الناس الشيك الذي قيمته 600 دولار لا يعني شيء كثير كما عبرت عنه مستشارة عن ولاية مصاشوسيتس التي قالت بأنه شيك الذي قيمته 600 دولار هو شتيمة للمواطن الأمريكي بينما اعتبره جو بايدن كdown payment أو ما يسمى بالعربية دفعة أولى لأن الإدارة الأمريكية تحت رئاسة رئيس المنتخب جو بايدن تقرر أو تخطط لإصدار حزم مالية بمجرد دخول جو بايدن إلى السلطة لذلك فجو بايدن اعتبر هذا الشيك فقط down payment أو دفعة أولية كذلك الحزمة المالية سوف تضمن تمديد إعانة البطالة بقيمة 300 دولار لأربعة أشهر ودعم الشركات الصغرى ودعم برنامج حيمية المستأجرين من الإخلاء أو الناس الذين يعانون من مشكلة الرهن العقاري أو الحز على منازلهم من طرف الأبنك فاليوم يجب أن يتم تمرير الحزمة المالية كما قلت ويجب أن يتم تمرير الشيك وتمديد إعانة البطالة والموافقة على قانون الإنفاق الحكومي الخاص بالحكومة الفدرالية إذا لم يتم تمرير هذه الأمور فكما قلت سوف ندخل الإدارة الأمريكية في ما يسمى بالإغلاق الحكومي ابتداء من الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاثنين يعني ليلة هذا الأحد فلذلك الأمر ليس سهل أمام المشرعين الأمريكيين يجب التوصل إلى اتفاق بخصوص هذا الأمر وإلا سوف نواجه إغلاق حكومي غدا من بين الأمور الأخرى التي سوف أوضحها بعجلة في هذا الفيديو وهو تقرير أجراه مكتب الإحصاء كما يظهر لكم على الشاشة مكتب الإحصاء الأمريكي بأن أكثر من تلت الأمريكيين قد يواجهون أمرا بالإخلاء أو الحجز على منازلهم خلال الشهرين المقبلين ووجد الاستطلاع الرأي أن سكان واشنطن العاصمة هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 67.3% وتشمل الولايات التي سوف يحتمل أن يفقد غالبية الناس منازلهم فيها وهي سود داكوتا، سود كارولاينا، جورجيا وأوريغن فالأمر ليس بالبساطة التي تظهر للناس فإصدار حزمة مالية أصبحت ضرورة قصوى أمام الأوضاع التي يمر بها العالم خصوصا مع كورونا وخصوصا مع ظهور سلالة جديدة لكورونا في بريطانيا فهناك لإعلان على ظهور سلالة جديدة الأمر الذي أدى مثلا بالخطوط الهولندية إلى قطع رحلاتها للطيران مع بريطانيا ابتداء من أمس السبت فلا قدر الله إذا كان هذا الأمر صحيح فيعتقد أنه سوف تكون بداية سنة 2021 كذلك سنة لا قدر الله لا قدر الله سنة صعبة وصعبة جدا وسوف أضع فيديو لأشرح لكم حيتيات هذا الأمر الذي تم الإعلان عليه أمس السبت هذا كل ما يتعلقه بجديد الحزمة المالية إذا كان هناك أي جديد أو تم إصدار الحزمة أو تم التصويت على هذه الحزمة فسوف أضع لكم فيديو بعد ساعات ميناء الآن شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته